موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 كنمزج الميستاكا دينا مع الزيوت العطرية حتى يبدأ لنا أن جميع الحبيبات دي الميستاكا دينا شربوا ذك الزيوت العطرية اللي تفناهم وهذا هو الشكل اللي خاصة نحصل عليه يعني جميع الحبيبات دي الميستاكا كيكونوا مفزقين يعني مسقيين بالزيوت العطرية قبل ما يبقى لنا فائد زيوت العطرية لان في حالا نصاب له العطرية في ميستاكا ميستاكا ê مك يخليش اللي تلبس لنا به هاد البودرات اللي قد نلبس به الميستاكا من بعد لذلك دينا الميستاكا يستقر لثاندف فقط نسمة قليلة دي الميستيكا يعني غيت تسقل الميستيا زيوت العطرية وبركة السبت هي الكافيةمنصلة بالنسبة لتميستية 300 جمهات للميستاكا هذا هو نوع البودرة التي سنستخدمها في تغليف الميستيكا هذه هي بودرة سرغينة هذه هي بودرة الجاوي الأحمر ونطحنه وهذا بودرة الصندل وكنوع من التزيل الباخور وهذا أكيد يبقى اختياري سنعطي لكل بودرة اللون هنا سنأخذ بودرة الجاوي الأحمر ونعطي لون الأحمر نأخذ لون مايكا أحمر ونعمل فقط القليل في البودرة ونقوم نحر كوسة ونحصله على بودرة التي تكون حمراء اللون هذا هو الشكل الذي سبحت عليه بودرة الجاوي الأحمر كما ترون بعد ما لونناها بلون الأحمر الآن سنمر البودرة الثانية سنأخذ بودرة الصندل ونلونها بلون مايكا لون بني وأكيد يبقى لكم الاختيار في الألوان اللي أنتم ما بغيتو كيف العادة كنا نعمل القليل من اللون مايكا فوق البودرة اللي بغلنا اللونها ونمسجوه مزيان حتى نحصله على اللون اللي احنا بغينا والآن إن شاء الله سنمر البودرة الثالي تالي هي بودرة سرغينة يعني سرغينة الأصلية الطبيعية سنطحنوها سنحصله على بودرة كيف العادة القليل من اللون مايكا كيف العادة القليل من اللون مايكا كننجو الخالي دينا مع اللون مايكا مزيان كنحصله على اللون اللي بغينا وبهكدا كنكونوا حصلنا على ثلاث بودرات معطرة بثلاث ألوان مختلفة اللي بدورهم كدفو حد لمسة فنية وعطرية رائعة للميسيكا دينا هنا إن شاء الله كل نوع كل بودرة قد نعمل فيها 100 جرام من الميسيكا اللي سقيناها وبالنسبة النسب اللي أنا كنعطيكم ماشي بالضرورة أنكم تتبتوا بها يعني تقدروا تديروا النسبة أو الكيمية اللي انتم ما بغيتو والآن إن شاء الله قد نمزج الميسيكا دينا مزيان مع البودرة اللي احنا حضرناها حتى تلبسوها مزيان واتغلف ديكالميسيكا بالبدرة ديال الصندل ثلاث بالإداء أسمنا البخور ببخور الميسيكا من ملبس أو ملبسم الحلاوة لأن هذا الميسيكا تджي ملبسة بنوع البودرة اللي نحنا استعملنا وهذا هو حつ قد نحصل عليه يجب أن تستعمل حبيبات الميستيكا من 100 جرام من الميستيكا نعملها في بودرة الجاوية نحطرها معكم و لا تصوروا الرائحة لها البخور كيف تجي تحمق كما تعرفوا رائحة الميستيكا بوحدتها هي رائحة جميلة فما بالكم إذا عطرناها وضفناها لهذه البودرات العطرية فعلا الرائحة والشكل هي جيد جميل نقود أن نمزج الميستيكا بوحدتها بودرة الجاوية ونضعها على جنب كل مرة البودرة الثالثة ونضعها بودرة الجاوية ونضعها اللون الأخضر نضع الميستيكا المتبقية ونضعها في بودرة الجاوية نضع الميستيكا مع الجاوية حتى تلبس لنا و تغليف لنا بصرغينة و باللون الأخضر أكيد هذا هو الشكل اللي كنحصل عليهم بعد ما نغلفو حبيبات الميستيكا بسرغينة بودرة سرغينة إن شاء الله قد نمرو المرحلة الأخيرة هي أنا قد ناخدو هاد الميستيكا و قد نغربلوها باش نحصلو فقط على حبيبات الميستيكا المغلفة أو الملبسة و نتخلصو من البودرة و أكيد هذيك البودرة اللي كسبقها لنا يعني المتبقية لنا كنحصلو بها باش نستعملوها مرة أخرى في صناعش هاد الباخور دبق إن شاء الله قد نعمل باخور الميستيكا الملبس في الأبور نحصلو بها فيه و قد ننطعها لمسة نهائية هي لمسة ذهبية قد نرشع لها بودرة الذهب و هذا أكيد كيبقى اختياري و هذا كيبقى اختياري يعني إلى أن تكون كتستعملوها و ما أن تكون و مش كتحتفظو بها فقط باللون الطبيعي ديالها الشكل ديالك يجي جد رائع و كدلك رائحة ديالك تحمق هنا إن شاء الله قد نغربلوه أو قد نصفوه و قد ننطعها في الميستيكا المغلفينها بالجاوي و كيف ما سبق لكم البودرة اللي كتبقى لنا بتاع الجاوي أكيد دابا قد نحتفظو بها لحل استعمال ديالها في بخور مرة أخرى هادي هي الميستيكا ديالنا الملبسة بالجاوي الأحمر وهادي بودرة الجاوي اللي قد نخليها و قد نمر بش نخزن الميستيكا ديالنا لمغلفينها أو لا ملبسينها بالجاوي حتى هي قد نضيف إليها لمسة ذهبية قد نرش إليها بودرة الذهب من الفوق كيف يبقى إختياري كنا أود نقولها وهذا كيف يبقى هو الشكل اللي نهائي كد تجيكا تحمق كد تجيكا تحمق كد طي العقل و دابا قد نمر معاكم الميستيكا الملبسة بصرغينة دابا ان شاء الله هادي نصفية حتى هي الميستيكا الملبسة ثم نعملها في الأبوة كيف لا تشاهدوا الشكل كيف سابق لكم من الأفضل تستعملوا حبيبات الميستيكا اللي تكون كبيرة الحجم باش كتجي بينها وكتجي أعطيها في المنظر ديالها ثم نضيف لها اللمسة الذهبية كيف لا تلاحظوا الحبيبات الميستيكا يجبون تفرقين و هذا يرجع للسكة اللي يضفن في الأول و هذا يبقى هو الشكل النهائي ديال باخول ميستيكا الملبس هذا كيفما كتجو فو باخول ميستيكا الملبس بصرغينة هذا باخول ميستيكا الملبس بالسندل والأخير باخول ميستيكا الملبس بالجاوي الاحمر الشكل ديالهم كيجي جميل والرائحة ديالهم ما نقودش لكم اليها كنتمنى أنكم نجربوها على طريقة جيد سهلة مبسطة وسريعة وصلنا نهاية الفيديو ديال اليوم نتمنى أن تجربكم على شكل رمضان الكريم وخصوصا في شهر رمضان الكريم نريد رائحة طيبة نريد رائحة طيبة ونحتاجها السنة كاملة ولكن في رمضان يكون أكثر يجب تجاربها المنازل تجربت تجاربه نتمنى ان تجربتها تشاركونا التجارب بصور وكذلك نتمنى أن تجربتها في صندوق الوصف شكرا لكم شكرا للتعم شكرا على التعليق والغزالة شكرا على الناس الذين يسوروا فيها من غبرت هذه الأيام شكرا على الناس الذين يتمنون لي رمضان مبارك نتمنى رمضان مبارك لجميع المسلمين والناس كاملين الذين يكتبوا القناة غيتا عيدياس نتمنى نكون خفيفة الضلع لكم نتمنى إن شاء الله أن نكون فتكم ولو غير بالقليل نتمنى نخليكم مع مكونات الوصفة ونضرب لكم إن شاء الله موعد في وصفة قادمة من وصفات الاعتناء بالبشرة والجمال وكذلك من وصفات صناعة البخور من البيت وكيف العادة إلا أجبتكم الوصفة ديال اليوم لا تنسوش أنكم تبرتج يومان أصدقاء ديالكم تخلوا لي لايك وتعليق وتشاركوا في القناة لماذا لا تشاركش شكرا وإلى اللقاء